فستاذ الشيماء عليكم عليكم السلامة وحدكات وكل سلامة وانت طيبة وانت طيبة يا شيخ مانت عمل ايه نعم الحمد لله لا بيخل عندي مشكلة تفضلي مفيش مشاكل ان شاء الله ربنا يجعل كل خير انا دلوقتي عندي مشكلة انا دلوقتي عندي مشكلة ايه هي بقى السود بيقطع بس السود ممكن حضرتك تنتقل الى مكان تاني او خليك يعني تحرك شوية بس تمام كده تمام كده تفضلي يا فانت انا وجوزي بانا شوهرين دلوقتي على خليفات متجاوزين من كم سنة هو متجاوزة بعده 13 سنة طيب هو دلوقتي الاول ما كانش بيسمعني ما كانش بيتكلم معي خالص كنت اجي افتح معاه اي حوارات ما كانش بيسمع اي حاج كرافد اي تناقش بيني وبينه ودلوقتي بيسمعك ولا هو المشكلة دلوقتي ان انا من كتر ما كنت ببكلم معاه هو كرافد ان هو يتكلم معي انا وصلت لمرحلة ان انا مش عايز انا لا تكلم معي انا وصلت لمرحلة دي هو مش قادر يعرف يعني انا وصلت لمرحلة دي انا دلوقتي تكلم طيب انا انا طيب يسأليني سؤال عشان انا مش قادر امسك نفسي عشان عايز اقولك نصيحة مهمة يا شيماء طيب تمام دلوقتي السؤال ان انا دلوقتي انا مش عارف اعمل ايه انا دلوقتي مش قادر اتكلمها مش قادر اتعمل ايه انا ممكن اجاوبك على طول دلوقتي شيماء انت في خطر يعني الحالة اللي انت فيها دي خطر شوية خطر ان انت تبقى مش عايزة تتكلمي مع جوزك ايه الخطر انت عارف الخطر وانا عارف الخطر يعني لازم اذا كان هو ابتدى عايز اتكلم هنعمل ايه زي بالزبط لما الواحد يكره ان هو بيأكل كل يوم جيبنا يكره فحصل عادة في دماغك ايه اللي عادة اللي في دماغك ان الكلام ما منوش فايدة حصل عادة في دماغك ان الكلام مش هيجيب نتيجة حصل عادة في دماغك اني طيب وفي الربنا ما جايز ربنا يكون قصة صلاح حاله هتقوليه ما انا مشوفتش حاجة كويسة لا هتشوفي فانت لو بتسأليني اعمل ايه ابتدي بوقت صير للكلام اتفق معاه وليله عن ابتدي عشر دقائق بس نتكلم عشر دقائق هتلاقي عندك نفس ان انت تتكلم عشر ايه تستعجلي ما تستعجليش دلوقتي تقولي لي ما عنديش نفس للعشر دقائق لا حاول ليتيجي على العشر دقائق دي واطلوب منه ان انت العشر دقائق تتقسم تلتين وثلت حسب حالتك يعني مثلا لو انت حالتك عايزة تنفسي عن اللي جواك يبقى انت خدي سبع دقائق تتكلم انت فيها وهو يتكلم تلت دقائق نصحتي ايه وقت استسلمي للشعور اللي عندك ده الشعور اللي عندك ده بيجيب حاجة اسمها لاحتواء البديل ان انت لو لو انك انت مش عايزة تسمعي هتروحي لحد يسمعك طب انا عارف ان احنا عندنا اخلاق وانا عارف ان احنا بنخاف ربنا بس احنا لازم نسد الابواب الوحشة دي لان ما فيش دايما بيبقى فيه طرف برا كده اسمه الطرف الخارجي مستني فعشان خطي اتكلمي اتكلموا مدة قليلة تعملي ايه اتكلموا مدة قليلة واطلبوا منه ان هو يساعدك ان انت تخرج اللي جواك طب ويه اللي حاصل وحاولي تخرجي انت وهو بايه باجراء تعملوه من كل حوار لو عملت كده انت بتعملي اللي ربنا سبحانه وتعالى امرك به ان انت تعملي ايه فكرة ان انت تتركي السيء وتبني على الحسن تتركي السيء يحسن الحسن وتغاضى عن القبيح اعملي كده عشان ان ربنا سبحانه وتعالى يحسسك بفرجة ولو عملت كده هو يمتنلك ويحس بان المسألة في حكمة عندك والحكمة دي بتفتح قلوب الرجالة جدا نعم